أم محمد من هولندا بارك الله فيها تسأل تقول لماذا يفتح الميت عينيه أثناء خروج الروح من جسده أم محمد من هولندا بارك الله فيك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قيل له بأن أبا سلم قد مات دخل إليه وقد شق بصره يعني بصره إلى الأعلى وأغمض النبي صلى الله عليه وآله سلم عينيه عيني أبي سلم رضي الله عنه وقال إن البصر يتبع الروح أو إن الروح يتبعها البصر والمعنى أن الإنسان حينما يموت الملائكة تستل روح الإنسان كما يذكرون من قدمه وتبدأ بالارتفاع تبدأ بالارتفاع بمعنى تموت هذه الأطراف وهذه الأعضاء ثم يخطف تخطف الروح من جهة البصر ولذلك تجدين بعض الناس مثلا قد شخص بصره إلى الأمام وبعضهم قد شخص بصره إلى الأعلى وبعضهم على اليمين وبعضهم على اليسار قالوا لأن العين آخر ما ترى الروح فالعينان تريان الروح وهي تخرج سبحان الله عليه وسلم فتثبت على هذه الحالة هذا والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر